إذن عرف السنة النبوية بتقول لي أستاذ منو إحنا صغار وإحنا بنسمع هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيش اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يعني إيش حكا فعل يعني إيش فعله تقرير يعني إيش سكت عنه لا قال عنه صح ولا قال عنه غلط بس سكوته دليل إنه صح أو صفة خلقية تمام إذن هذا هو تعريف السنة النبوية الشريفة هذا من التعريف اللي أنت كطالب لازم تكون حافظها نيجي بالمقابل للسؤال اللي بعده رح أمر عنه سريعا لأنه ياكم تفاهمين على كلمة سريعا سريعا يعني تشدش حالك ماشي العلماء بذلوا جهود كبيرة في تدوين السنة النبوية حتى وصلت إلينا باللغة العامية علمائنا بذلوا جهود في تدوين كتابة السنة تمام حتى وصلت إلينا شو عملوا هم اللي جمعوها حلو هم اللي دونوها هم اللي صنفوها هم اللي درسوها هم اللي شرحوها هم اللي حكموا عليها وعلى الرواة إنها صحيحة أو غير صحيحة أو ضعيفة أو إلى آخره خلص فهمناه صح غلبناك أستاذ أتأمل وأحدد أنا المفروض أن أخليك تتأمل لحالك المفروض أني ما أهج عليه استعالوا أنا وياك نمر عنه سريعا أنت بس بدك تحط هاي السنة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلية سكت عنها يعني تقرير أو كانت صفة من صفاته شوف الضب أكل على مائدة رسول الله ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله إذن حكينا أنه اللي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى عنه لا صح ولا خطأ هذا تقرير بس هو صح ليه لأنه لو كان خطأ لكان نهاهم عنه فأكل الضب على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر تقرير سكت عنه إذن صرنا عارفين أنه هذه تعتبر مالها تقريرية كان النبي يوجز بالصلاة ويكملها إذن هو فعله مرة كان يقصر يختصر مرة كان يكمل إذن هذا فعل إذن صفت مالها فعلية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حلو حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده ضحك بصوة عالية كان عنده ابتسامة فإذن هذا يدل على صفة من صفاته إذن كانت وصفية يعني صفة خلقية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين إذن هذا إشي حكا إذن هذا يعتبر قولية هدول بصراحة أنا ما كنت أقرب عليهم ولا أصيبهم بس مشيت معاكم عشان ما تحتاروا فيهم نيجي أنا وإياكم هذا كله رح نشرحه كمان شوي نيجي للسؤال للصفحة البعديها بصفحة رقم 15 رح نمر سريعا لأنه المعلومة اللي بتهمني رح تتكرر بسؤال بعدين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بصفحة يا شيخنا لما نحكي عن السنة النبوية بتقول لي أستاذ هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي إذن المصدر الثاني للتشريع الإسلامي شو هي السنة النبوية بعد القرآن الكريم يعني القرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني وهي وحي منزل من الله غلبناك قلت لك المعلومة اللي بدي إياها تتكرر فيما بعد اللي هي إنه السنة مصدر ثاني للتشريع مكانة السنة مكانة السنة بتلاقي إنه هدول سؤالين ركبين ببعض أو حتى ثلاث أسئلة شو حكم أخذك بالسنة؟ شو حكم عملك بالسنة؟ وليش؟ إذن حكم الأخذ حكم العمل وليش؟ بتقول لي أستاذ أعطيني مهم ولا مش مهم؟ والله مهم تعال شوف شو المهم؟ شايف كلمة يا جب؟ حلو إذن حكم الأخذ بالسنة وحكم العمل بالسنة؟ هذا حتى على المنهاج القديم هو سؤال وزاري سابق جاوبني يا مولانا الشيخ شو حكم الأخذ بالسنة والعمل بالسنة؟ واجب بارك الله فيك إذن يجب الأخذ بالسنة والعمل بأحكامها؟ طب ليه؟ إحنا قلنا إنه فيه تعليل قال لي ما لها من مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي؟ أنا بصراحة اللي بيهمني؟ هيو بعيده شو حكم الأخذ بالسنة العمل بالسنة؟ واجب شكرا السؤال اللي بعده أعطيني المكان العظيمة للسنة النبوية في التشريع الإسلامي؟ يعني شو مكانتها؟ أعطيني الأدلة على مكانة السنة؟ بتقول لي ليكون مطلوب مني أحفظ الآيات؟ لا ليكون مطلوب مني حفظ النصوص؟ لا مطلوب منك تعرف النص؟ شوف يا مولانا الشيخ نبدأ فيهم دليل دليل بتقول لي أستاذ قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه يا سلام طب حتى على المنهاج السابق لما إجاهم سؤال الآية التي دلت على وجوب الأخذ بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن كلمة خذوه أمر الله بالاستجابة لأمر الرسول وهذا دليل على مكانتها أنا اللي بهمني الله يرضى عنك تعرف الآية التي دلت على وجوب العمل بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خلصت البهمني بالنقطة باجي للنقطة الثانية من يطع الرسول فقد أطاع الله بتقول لي طب هاي كمان أمرتني لا طول بالك لأمرت بالوجوب الأخذ بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شوف هون من يطع الرسول فقد أطاع الله إذن فيه ربط ربط شغلتين ببعض ربط الله طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى بس إذن شو عمل ربط ومن ثم طاعة المسلم لرسول الله تعتبر هي طاعة لله قل أطيع الله والرسول إلى آخره إذن أطيع الله والرسول إذن نفس الحكم إذن فيه ربط إذن الذكر هون أمرت ب آآ إننا ناخد بالسنة هون ربطت بين طاعة الله وطاعة الرسول يجي للي بعد فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله أنا بظل أغير ألوان عشان أنت تحاول اتميز النقطة إنها مختلفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بتقولي آه واضحة أستاذ يحذر الذين يخالفون عن أمره أمره لمين بترجع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إذن فمخالفة أمر النبي توجب العذاب الأليم لأنه قالهم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ربنا هددهم فحذر الرسول من ترك السنة يوشك الرجل متكعا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله شو بيحكي لهم؟ ما وجدنا فيه من حلال استحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا أريكة يعني فراش أوصل لك إيها باللغة العامية عشان تفهمها باللغة العامية يعني في ناس بتقول لك إذا هذا الإشي موجود بالقرآن بعمل فيه مو موجود بالقرآن ما بعمل فيه هايو يوشك الرجل إلى آخره ما وجدنا فيه من حلال استحللنا وما وجدنا فيه من حرام إذن حذرتنا من إننا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح نيجي للي بعديها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يا سلام يا سلام على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بنا ما قالناش اعملو قال فأتوا منه ما استطعتم إذن في هذا الحديث أمرنا النبي باتباع ما أمر واجتناب ما لها إذن هذول الأربع أدلة اللي دلوا على مكانة السنة في التشريع الإسلامي ليجي للي بعدهم واضحين عشانيك ما بدي أعيدهم بناء على هذه الأدلة اللي كنا نحكي فيها أجمع علماء الأمة على حجية السنة النبوية الشريفة حلو كلمة حجية سب نفهم شو يعني يعني هي الدليل على الحكم الشرعي يعني دليل واجب علينا وأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي فلا يجوز الاكتفاء بالقرآن وترك السنة النبوية الشريفة صار تفاهم الحكم بصير إنك تكتفي بالقرآن وما تاخد بالسنة لا كمل ليش؟ قال لأنها بيّنت كثير من أحكام الشريعة وفصلتها ولأن تركها يؤدي إلى أشياء عد عائدك يا شيخنا واحد تضييع أحكام إسلامية عديدة عدم فهمها إذن في أحكام إحنا بنضييعها إذا ما أخذنا بالسنة وعدم فهمها لأنك اللي بتعرف في أشياء بيّنتها السنة أو الجهل بكيفية تطبيقها ما بنعرف لا نصلي ولا نصوم ولا نأدي العبادات إذن عشان هذا السبب إذن واجب علينا إنه نعمل بالسنة سؤال قبل شوي أنا وإياكو حكينا حجية السنة ماذا تعني حجية السنة؟ حجية السنة بتقول لي أستاذها إيها دليل شرعي على الأحكام الشرعية التي يجب العمل بها إذن هي دليل شرعي ولا مش دليل؟ دليل الأحكام اللي واجب علينا نعمل فيها إذن هي دليل علينا أتدبر وأبين اتدبرت أبينت وخلصت صح؟ صح قضية للنقاش ناقشنا قبل شوي صح؟ صح يخلف عليكم سيبنا أنا هدولا مر عنهم مرور الكرم بتقول لي آه شو دور السنة النبوية في التشريع الإسلامي؟ بتقول لي أستاذ للسنة النبوية دور كبير في التشريع الإسلامي يعني كأنه بقول لك هل القرآن إنه علاقة بالسنة؟ هل السنة إلها علاقة بالقرآن؟ في دور إلها بالتشريع؟ نعم قال لك أول إشي تأكيد ما جاء في القرآن وهلأ بنشرحه إذن في عنا سنة بتأكد إشي إجاب القرآن تفسير ما جاء في القرآن وبينه يعني بتبينه بتفصله بتفسره إضافة أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم بتقول لي أستاذ في إشي أكدته في إشي فسرته وبينته في إشي أضافته ما كان موجود بالقرآن يلا صفحة البعديها من هون أنت بتملش هلأ تأخذ بالأسئلة المتوقعة واللي جاي واللي بتيجي بالوزارة وبالله عليكم ديروا بالكم على اللي بحكي هلأ لأنه حتى هذا الدرس من المنهاج القديم تقريبا بعض التغييرات كثير الأسئلة الوزارية بتيجي على هدول الأشياء تعني نجرب تأكيد ما جاء في القرآن بتقول لي يلا هات نبدأ فيهم واحدة واحدة شو حكينا بهم جدا 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 مليون جدا أستاذ جاءت الشريعة لتأكيد كثير من الأحكام إذن أكدت كثير من الأحكام أمر الله بها في القرآن طيب يلا فوتني على مثال أكدت السنة قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لا يحل معلش هو ناسي حرف الحا بالطباعة بس هنا صلحها الله يرضى عنك على الدوسية الرسمية أسأل أنت ما رح تلاقي هذا الخطأ رح يكون معدل لكن على الوحدة الأولى اللي نزلت رح تلاقي هنا في عنديها بس خطأين إملائيات لا يحلوا مال امرئم مسلم إلا برضو هذا صلحها بطيبة نفس منه تعني نفهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حرام تاخد مال حدا إلا بطيبة نفس منه لا يحلوا مال امرئم مسلم إلا بطيبة نفس منه في ذلك تأكيد لما جاء في الآية الكريمة التي تحرم أخذ شيء من أموال الناس بغير حق يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بتقولني بس سهل أستاذ لا يحلوا مال امرئم مسلم إلا بطيبة نفس منه والآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نفس المعنى فالسنة أكدت معنى القرآن واضحة إذن هي أول مثال مش مطلوب منك تحفظهم هو بيجيب لك الآية والحديث بيقول لك شو العلاقة بين القرآن والسنة بتقول إجت السنة وأكدت ما جاء في القرآن ناخد كمان مثال على التأكيد وكونوا عباد الله إخوانا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بطلب مننا إنه إحنا نكون إخوان كمؤمنين مؤكد ما جاء في الآية إنما المؤمنون مالها إخوة إذن هادي قالت المؤمنين إخوان والحديث قال المؤمنين إخوان فأكدت ما جاء في القرآن خلصنا التأكيد صح المثالين ذاكرهم تبعت المال وتبعت إخوان نيجي للي بعده حكينا المكان الثاني أو العلاقة الثانية بين القرآن وبين السنة تفسير ما جاء في القرآن وبيانه تعالوا نشوف في عنا قواعد عامة في التشريع الإسلامي أو أحكام إجمالية يعني إجت مجملة جاءت السنة وشرحت هذه القواعد وبينتها على نحو تفصيلي والله هذا أغلب من المنهاج القديم يعني أسئلة وزارية سابقة بدك تركز معي جاءبوا للطلاب الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذن وين مكانتها وين دورها بتقول لي أستاذ تبين يعني تفسر وتبين إذن هنا اللي بلزمني هذا دور السنة في التشريع الإسلامي إذن هي فسرت وبينت ما جاء في القرآن تعالوا ناخد الأمثلة أعطاك بجانب العقيدة طبعا هذا كل البحكي مهم جدا 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 دير بالك عليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شايف كلمة بظلم لو إجيت قلتين لك ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شو معناها هستاذورك بدك تبين بدك تفسر إجوا علماء الشريعة وبينوا وفسروها جاء الحديث الشريف لبيان المراد بالظلم ها شوف شو صفه معنى الظلم قال الظلم هو الشرك أي معناها فقد فهم الصحابة شوف من مين أخذنا إحنا هذا المعنى من الصحابة رضي الله عنهم أن المقصود بالظلم في الآية هو ظلم النفس وهو الشرك فقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بتقول لي أستاذا أنا ليش أغلب حالي وأحفظ كلها المعنى سهلة لما قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة إن الظلم هو الشرك غلب ذاك هي كي يخلف عليك هي خلصت أول مثال من الأمثلة المهمة نجي للي بعدها رب العالمين قال وأقيموا الصلاة طب لف آيات القرآن وقرأهم آية آية في آية بتقول لك كم عدد ركعات الصلاة شو شروط الصلاة واجبات الصلاة لا جاء الأمر بالصلاة بدون بيان الكيفية في القرآن الكريم ففصلت السنة ذلك بعدد ركعاتها وأوقاتها وسننها وأمرت أو دعت الاقتداء بالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي إذن هاي رقم اثنين إذن هدى في مجال العبادات الصلاة ذاكر بالجانب اللي قبله عقيدة الظلم كانت معناها الشرك والعبادات الصلاة يعني بيان كيفيتها صلوا كما رأيتموني أصلي نجي للمعاملات بتقول للمعاملات يعني إش بتتعامل بين الناس ربنا قال بالآية من بعد وصية يوصين بها أو دين حلو هل إحنا بنعرف أن الواحد بيجي بوصي بوصي بأمواله بيقدر يكتب وصية طب سؤال بيقدر يوصي بكل ماله لا جاء لفظ الوصية في الآية غير مقيد بمقدار ما تحدد يعني لو واحد يفهم فينا بمعنى براسه بيقول لك آه كلها بسو غلط قال فبينت السنة مقدار الوصية وحددها بألا تزيد عن الثلث النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير إذن من بعد وصية في مجال المعاملات بينتها السنة بالثلث خلص إذن أنت الوصية فقط بالثلث مسموح لك ليجي لمجال المطعومات يعني إش بتعلق بالطعام حرمت عليكم الميتة والدم حلو يلا تعال نشوف جاء النص عاما بتحريم كل ميتة ودم فاستثنت السنة النبوية مركز معاي على الإشي هذا المهم استثنت نوعين من أنواع الميتة والدماء من التحريم إذن في عنا ميتتان عنا دمان استثناهم الحديث أحلت لنا هيك حكى النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان طيب يلا هات أعطيني البيان قال الميتتان الحوت والجراد أنت بتعرف أنك بتطلعوا من البحر بتصيدوا الحوت حلو صح؟ طلعوا من الماء مات إذن هيك انذبح مش بتمسك سكينه بتذبحه إذن هدول الحوت والجراد ميتتان وأما الدمان الكبد والطحال طب جد ما تنظف فيهم بالكبد والطحال وظل ينزل دم فالنبي صلى الله عليه وسلم أحللنا الدم اللي بيكون بالكبد والطحال وصلت إذن الميتتاني اشتركوا في القناة